اشتركوا في القناة بالأدوات اللازمة كما لفت التعميم إلى ضرورة ارتداء الملابس اللائقة خلال المشاركة في التعلم عن بعد كالزي الرسمي أو ملابس قريبة من الزي الرسمي ووجه التعميم الطلبة إلى التفاعل مع المعلم والطلبة الآخرين بشكل بناء خلال الدرس بطرح الأسئلة أو المشاركة في النقاشات والمساهمة الفعالة في التعلم الجماعي والاستماع بعناية لكل جزء من الدرس لتسهيل الفهم والاحتفاظ بالمعلومات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر